اليوم احبائي بدنا نحكي على حد توتت عدت يا يوم مولدي في عام 1948 مجلة الاسنين نشرت قصيدة لكامل الشناوي بعنوان عدت يا يوم مولدي ولما اراها الموسيقار محمد عبدالوهاب كتير كتير انجل مياه ومشان هي راح طلب من الشاعر كامل الشناوي انو ياخد هالقصيدة ويلحنه وافق كامل الشناوي واخد هالقصيدة محمد عبدالوهاب ولحن هالقصيدة بعد با لحنه حول التلحين لاغنيه تاني وعاد هاي الشغلة كذا مرة تلحين القصيدة ويعطيها لاغنيه تانيه بالاخير اتذر محمد عبدالوهاب من الشاعر كامل الشناوي عن تلحين هاي الاغنية وفي عام 1960 بذكره ميلاد كامل الشناوي قامل موسيقار فريد الاطرش بالتحدث سمعه كامل الشناوي انو بحب يعمل عيد ميلاد كامل الشناوي بمنزله ووافق كامل الشناوي وبهال مناسبة القى قصيدته عدته يوم مولدي ولما سمع فريد الاطرش كان سام على اول مرة كتير اعجب فيه وحبه وطلب من الشاعر كامل الشناوي انو يلحن هالغنية ويلحن هالقصيدة ويغنية قام وافق كامل الشناوي من كتير اعجاب وفريد الاطرش بهالغنية طلب من السيناريست يوسف عز الدين والمخرج بوركان انو يعملوا قصة بتناسب هاي الغنية وبالفعل عملوها فيلم وكان عنوان الفيلم يوم ووم بلا غد وتم غناء هذه الاغنية الفيلم كان بعام 1961 وهلا بعد ما عرفنا شوه الصد اغنية عدتها يا اماما ولدي خلينا نروح مع بعض لنسمع جزء من هالغنية